للمزيد ينضم إلينا من طرابلس مراسلنا ويسام دعاسي ويسام الأمم المتحدة وعلى لسان مبعوثها تقول بأن ليبيا تحتاج للمزيد من المساعدة ما طبيعة المساعدة التي تحتاجها ليبيا ودرنا تحديدا في هذا التوقيت نعم زاهر بالفعل دعني أبدأ من آخر المعطيات الميدانية فرق الأنقاذ والإغاثة سواء المحلية أو الرسمية والمتطوعة أو الأجنبية ما زالت تواصل مجهوداتها بشكل حثيث وتسارع الخطأ والزمن وتوصل الليل بالنهار كذلك من أجل الوصول إلى أكبر عدد من العالقين تحت الأنقاذ الأرقام الرسمية تتحدث عن وجود أكثر من عشرة ألاف مفقود إلى حد الآن في مدينة درنا نتيجة هذا الدمار الذي خلفته الفيضانات والعصار دانيل إلى حد الآن فرق الأنقاذ تمكنت من الولوج أكثر إلى هذه المدينة خاصة إلى أكثر المناطق المتذررة مثل الجبيلة وشارع الصحابة وفتحت ممرات جديدة في مدينة درنا عقبة ربما انقطاع الطرقات وانهيار الجسور المؤدية إلى بعض هذه القرى وتمكنت إلى حد الآن فرق الأنقاذ من أنقاذ أكثر من 500 شخص على تحت الأنقاذ وتحت ركام الأبنية المدمرة بشكل تام عقبة هذه الفيضانات التي محت واختفت تقريبا قرى بأكملها تقريبا ظهر شهادات العليقين أو شهادات الناجين تتحدث عن مشاهد الصادمة عقبة هذه الفيضانات تقريبا يقولون أنها عمليات أو الماء أو الفيضانات وصلت إلى تقريبا عشرة أمتار من المباني واضطروا إلى الصعود إلى أعلى المباني والمكوث إلى هناك تقريبا أربعة أو خمسة أيام في ذل انقطاع الطيار الكرهبائي وشبكة الأنترنات إلى حين وصول فرق الأنقاذ إليهم تحدثوا عن الموت الذي جرف وحصد المئات من الأشخاص هنا في مدينة درنة وكيف حصد كذلك عائلات بأكملها وصيارات وباني بشكل تام تقريبا مشاهد صادمة تحدث عنها العالقين والناجين من هذه الأنقاذ إلى حد الآن السيول أو البحر بصدد لفظ العشرات أو المئات من الجثث وفرق الأنقاذ تحاول انتشال هذه الجثث لكن الإشكال الحقيقي الذي تواجهه فرق الأنقاذ هو في الجثث المتحللة التي لفظها البحر وكيفية التعاطي معها خاصة في ذل تحذيرات خارجية وتحذيرات من منظمات إغاثية وإنسانية هنا في ترابلس وفي مدينة درنة وحتى جهات رسمية مثل وزارة الصحة من إمكانية أن تؤدي تلك الجثث المتحللة إلى ظهور وبروز بعض الأمراض ووزارة الصحة كانت قد دعت المواطنين إلى أخلاء المدينة درنة بشكل تام وعدم الاقتراب من فرق الأنقاذ وكذلك دعت إلى توفير تطعيمات ربما بمساعدات دولية ونتحدث عن مساعدات بدأت تصل بشكل مكثف سواء من مختلف المناطق الليبية وكذلك من الخارج ومن بعض العواصم العربية ليبيا تطالب الخارج وتطالب الدول الأجنبية بتكثيف المساعدات خاصة التبية وخاصة فرق الأنقاذ لانتشال الجثث والتعاطي بشكل احترافي مع هذه الكارثة التي هزت مدينة درنة وإرسال متخصصين في التعاطي مع هذه الجثث المتحللة خشية ما وصف هنا في ترابلس وفي ليبيا بالكارثة البيئية تقريبا السلطات في مدينة درنة قامت بأخلاء هذه المدينة بشكل كامل وركزت مستشفيات ميدانية لأنقاذ الجرحة والمتضررين الذين يقدر عددهم بأكثر من 6300 شخص تقريبا هناك أكثر من 36 ألف نازح من مدينة درنة ومن القرى والمدن المحاذية إليها والتي تضررت بشكل أقل حدة مقارنة بمدينة درنة مثل الشحات مثل البيضة وسوسة وغيرها ميناء المناطق المتضررة الأخرى إلى حد الآن هناك حالة ميناء الاستنفار القصوى سواء من قبل السلطات المحلية أو من قبل الأهالي في مدينة درنة للمحاولة للوصول إلى أكبر عدد من العالقين في تحت الأنقاذ أو سواء لانتشال مزيدا من الجثث تقريبا هناك حديث من شهود عيان وصور تظهرها تباعا وصال التواصل الاجتماعي والفيديوهات التي تنشرها منظمات الإغاثية مثل الهلال الأحمر وجهاز الطوارئ أو جهاز الأنقاذ تظهر أن الجثث ما زالت منتشرة على الأرض هناك عمليات دفن في مقابر جماعية وحتى عمليات الدفن تواجه على قيل وصعوبات باعتباري أن عمليات الدفن لا تتم في مقابر من داخل درنا وأنما تتم في مقابر من خارج المدينة خاصة في المناطق الآمنة ربما وهناك حالة من الصدمة تعيشها ليبيا بشكل عام على خلفية هذا الدمار الشامل الذي هزى مدينة درنا هذه المدينة الساحلية الجبلية الواقعة شرقي ليبيا لكن اللافت هو حملات التضامن الواسعة سواء هنا في ترابلس أو في المنطقة الشرقية مع الأهالي في مدينة درنا شاهدنا حجم تضامن وتآخي ومواساة كبيرة تجاوزت ربما الخلفات والانقسامات السياسية في الأعوام الماضية وربما الليبيون يقلون ويعلقون على هذه المأساة الإنسانية بأنها ربما دليل آخر على أن وحدة الليبيين وتأخيهم هي عامل قوة في مواجهة مثل هذه الأزمات ومثل هذه الكوارث الطبيعية هناك حملات تطوعية خرجت سواء من هنا من أترابلس من مصراتة من بنغازي من تبرغ من كافة المناطق تقريبا مدينة درنا المداخل المؤدية إليها تشهد حالة ميناء الازدحام من مختلف السيارات القادمة بمساعدات إنسانية وطبية ومواد غذائية قادمة إلى مدينة درنا وهذا ما يظهر حالة التآخي والتضامن كما قلنا نعم وسام أخذين بعين الاعتبار كل هذه التحديات هناك تحدي كبير الآن يتعلق بعملية انتشار الجثث والمخاوف من انتشار الأوبئة كيف تسير هذه البروتوكولات الصحية الطبية واللوجستية الخاصة بهذا الجانب من العملية الإغاثية نعم زهر وزارة الصحة هنا في حكومة الوحدة الوطنية دعت المنظمات الدولية وعدت الدول الخارجية إلى إرسال ربما مهندسين وخبراء متخصصين في كيفية التعامل مع الجثث المتحللة خشية المرور وخشية المرور إلى مخاطر وظهور أو بيئة أو أمراض نتيجة التحلل هذه الجثث في الماء بعد أن لفظها البحر وقذفها البحر وزارة الصحة أيضا دعت المواطنين إلى عدم الاقتراب من الركام ومن مباني المحتمة والمهدمة في مدينة درنة خشية ما نشره الصليب الأحمر الباري حزاهر من أن هناك بقايا لمتفجرات نتيجة الحرب تم تحولت من أماكنها وبالتالي تشكل خطرا بالنسبة للتهالي وبالنسبة لفرق الأنقاذ حتى ودعت كذلك وزارة الصحة ربما إلى توفير التطعيمات إلى جهاز الأنقاذ إلى فرق الأنقاذ حتى تفاديا لأي مخاطر محتملة أو محدقة لفرق الأنقاذ التي تبذل مجهودات كبيرة من أجل الوصول إلى أكبر عدد من العالقين في مدينة درنة ومن أجل ربما انتشال المزيد من الجثث تقريبا نتحدث عن أكثر من عشرة ألاف مفقود في هذه المدينة التي صارت مدينة منكوبة تتحدث جهات رسمية عن أن خمسة وعشرين بالمئة من هذه المدينة تقريبا ربع سكان هذه المدينة وربع مساحتها هي صارت غير صالحة بعد أن اختفت تماما بعض القرى منها من الخارطة الجغرافية وربما بعض المناطق مثل منطقة الوردية هذه المنطقة التي تعد أكثر المناطق ضررا وتأثرا بهذه الفيضانات لم تتمكن إلى حد الآن فرق الأنقاذ من الوصول بشكل واضح وبشكل عميق إليها بحكم انقطاع الطرقات وتصدع بعض الجسور وبالتالي عملية الوصول إلى بعض القرى والمناطق يبدو أمرا صعبا في ذي المحاولات حثيثة من قبل فرق الأنقاذ سواء المحلية أو المتطوعة أو الدولية التي أرسلت من بعض الدول العربية والعواصم الغربية للتكاتف بالتنصيق فيما بعض عبر فرق تنصيق وخلايا للأزمة للوصول إلى هذه المناطق والتعاطي بشكل إيجابي وبشكل مرن معها لأنقاذ ما يمكن أنقاذه هناك ربما حالة من الصدمة لدى فرق الأنقاذ حول بعد ما شهدوه من مشاهد مروعة في الحقيقة تقريبا نتحدث زهر عن عائلات بأكملها لقت مسرعها في هذه الكارثة الإنسانية شاهدنا يعني فيديوهات وشهادات لبعض الناجين من هذه الكارثة الإنسانية تحدثوا عن اللحظات الأولى لهذه الفيضانات التي قالوا أنها جاءت بشكل فجئي وبشكل لم يكن مدروسا وجرفت المياه والفيضانات أحياء بأكملها ومباني وأحياء سكنية إلى البحر وقتلت أو راح ضحية تلك الفيضانات تقريبا بعض العائلات هناك ناجونة ربما أفراد من عائلات تتكون من أكثر من 15 فردا أمس تم أنقاذ رضيع في حديث الولادة من هذه من تحت الأنقاذ ومن تحت الركام وهو ما أثار صدمة لدى فرق الأنقاذ بعد مرور تقريبا خمسة أيام على هذه الفيضانات وهو ما يعبد أمر مفاجأ وأمر غير مسبوخ بالنسبة إليهم شكرا جزيلا لك وسام دعاسي مراسلنا من طرابس شكرا جزيلا